موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين هذه حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة نبدأها من وكارة انباء الاناضول التي نشرت لمراسلتها في القاهرة هاجر الدسوق بيانا لمنظمة هيومن رايتس ووتش بعنوان ادلة تشير لاستخدام النظام السوري مواد كيميائية سامة في ادلب حيث قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية ان ادلة تشير بقوة الاستخدام القوات الحكومية السورية مواد كيميائية سامة في عدة هجمات بالبراميل المتفجرة في محافظة ادلب شمالية سوريا في الفترة ما بين السادس عشر الى الواحد وثلاثين من اذار عام الفين وخمسة عشر وفي بيان لها اوضحت المنظمة الدولية ان عمال الانقاذ السوريين افادوا بان هذه الهجمات اثرت على الاقل على مئتين وستة اشخاص بينهم عشرين من عمال الدفاع المدني وبحسب البيان فان احد هذه الهجمات تسبب في مقتل ستة مدنيين بينهم ثلاثة اطفال ولفتت المنظمة الى ان هذه الهجمات تنتهك اتفاقية حضر الاسلحة الكيميائية وقرار سابق لمجلس الامن التابع للامم المتحدة لادانة استخدام غاز الكلور في سوريا ووثقت المنظمة وفق روايات شهود عيان ادلة وصور ومقاطع فيديو ان ثلاثة من هذه الهجمات تشير بقوة الى هجوم كيميائي في حين ان الهجمات الثلاثة الاخرى ما زالت تحتاج الى تحقيقات وقالت انه في الوقت الذي لم تتمكن فيه من معرفة نوعية المادة الكيميائية المستخدمة فان شهود عدة وصفوا بان لها رائحة كلور كما اوضحت المنظمة ان ناشطين محليين وصحفيين افادوا بهجمات اضافية مماثلة وقال نديم خوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة ان السلطات السورية يبدو انها اظهر التجاهل تام لمعاناة الانسان من خلال انتهاك الحضر العالمي ضد الحرب الكيميائية واضاف المسؤول الحقوقي في البيان ذاته ان مجلس الامن والدول الاعضاء في اتفاقية حضر الاسلحة الكيميائية تحتاج ان ترد بقوة ومضى؟ يبدو ان الحكومة السورية تستهتر مجددا بمجلس الامن والقانون الدولي وعليه يجب على المجلس عدم تأخير وجود حل هذا الاستخدام المتكرر من الاسلحة الكيميائية والضغط على الحكومة للتوقف صحيفة هافينكتون بوست الامريكية نشرت مقالا بعنوان تحالف غير متوقع بين المملكة العربية السعودية وتركية للاطاحة بالاسد حيث تشير الصحيفة الى وجود محادثات عالية المستوى بين التركية والمملكة العربية السعودية بوساطة قطرية لتشكيل تحالف عسكري للاطاحة ببشار الاسد ونقلت الصحيفة عن احد المصادر المطالعة على تلك المحادثات قولة انه من المتوقع ان تقدم تركيا القوات البرية في حين ستدعمها السعودية بالغارات الجوية لمساعدة مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة ضد نظام الاسد كما اوردت عن مصدر اخر قولة ان امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني اطلع الرئيس الامريكي بارك اوباما على هذه المحادثات خلال زيارة الاول للبيت الابيض في شهر شباط الماضي ونقلت الصحيفة عن مصدر مشارك في المحادثات قولة اذا نجحت المحادثات بين تركيا والمملكة العربية السعودية فان تدخلهما في سوريا سيمضي قدما قدما سواء دعمته الولايات المتحدة ام لها واوضحت الصحيفة ان ادارة اوباما شجعت دول الخليج على بذل المزيد من الجهود الخاصة لتعزيز الامن الاقليمي لاسيما في سوريا معتبرة ان تدخل السعودية الاخير في اليمن يشير الى ان المملكة اصبحت اكثر جرأة في استخدام القوات الخاصة بدلا من الاعتماد على وكلاء وقالت الصحيفة ان الجيش التركي هو واحد من اكثر الجيوش قوة في المنطقة مشيرة الى ان المملكة العربية السعودية تحرص على الحصول على مساعدات تركيا لتحقيق الاستقرار في اجزاء من سوريا ودعم المعارضة المعتدلة والضغط على الاسد للتفاوض والرحيل وانهاء الحرب الاهلية في سوريا في صحيفة الشرق الاوسط نقرأ مقالة لعبد الرحمن الراشد تحت عرمان حرب اليمن مرتبطة بسوريا اعتبر فيه الكاتب ان الحرب في اليمن جزء من الحرب في سوريا وفصل اخر من مشروع ايران لتغيير الخريطة والتقدم مستغلة حالة الفوضى التي اوجدتها الثورات مضحة ان ايران تسعى لوضع خصمها الرئيسي السعودية وسط كماشة تهددها بين العراق الذي هو امتداد طبيعي وسياسي لسوريا وبين اليمن ورأى كاتب المقالة السعودية والادفاع عن نفسها ستحتاج الى ان تدعم بشكل اكبر التنظيمات السورية المعارضة تحديدا الاتلاف المعارض حتى تزيد الضغط على ايران التي تعاني كثيرا هناك وبعد ان اشار الى ان حرب سوريا صعب على ايران ان تكسبها اما اليمن فان السعودية اقدر على الانتصار فيه بين الكاتب ان غالبية الشعب السوري معاد ومنطفئ ضد النظام وحليفه ايران منذ اربع سنوات اما بالنسبة لليمن فان غالبية اليمنيين ذو علاقة قوية بالسعودية لعقود طويلة منويها الى ان ايران وبسبب فشلها في فك الحصار عن نظام الاسد في سوريا الذي تقاتل عنه منذ عامين فهي تريد فرض حصار على النظام اليمني الشرعي بتقديم الدعم للمتمردين ودع الكاتب دول الخليج الى تقديم المزيد من الدعم للثورة السورية ومحاصرة النظام السوري واجبار ايران على القبول بحل اقليمي تحترب من خلاله الكيانات القائمة وتكف عن نشاطها التخريبي المستمر منذ بدايات الثمانينيات صحيفة العربي الجديد نشرت مقالا لراتب شعبه بعنوان لقاء موسكو وفضيحة النظام حيث اعتبر فيه الكاتب بان النظام السوري هو الخاسر في جولة موسكو على عكس ما يقوله معلقون كثيرون وبعد ان لفت الى ان وفد المعارض الذي ذهب الى موسكو يمثل ما دأب النظام على تسميتها المعارضة الوطنية اي اشخاص ضد الارهاب وضد الطائفية وضد التدخل الخارجي اوضح الكاتب ان التعالي والاستخفاف الذي تعامل به رئيس وفد النظام كان كافيا لفضح حقيقة ان النظام السوري لا يعاد الارهاب لانه ارهاب ولا الطائفية لانها طائفية ولا تدخل خارجي لانه تدخل خارجي بل هو يعاد الارهاب والطائفية وخرق السيادة الوطنية فقط حين تكون مواجهة ضده اما عدائه ثابت الوحيد فهو لمن يطالب بالعدالة في توزيع السلطة والثروة واضف الكاتب ان هذا النظام اذا كان يتعامل بهذا القدر من الاستخفاف مع من يعتبرهم وتعتبرهم حليفته روسيا معارضين معتدلين ووطنيين فمن الطبيعي ان يجد المتطرفون الاسلاميون وكل انواع التطرف المزيد من الانصار والمتفهمين مؤكدا ان النظام هكذا يكشف حقيقته امام العالم وامام كل مناصر له يمتلك قدرة على التأمل والتفكير صحيفة الشرق السعودية نشرت في صفحة الرأي تحت عنوان خيار واحد امام عاصفة الحزم حيث كتبت الصحيفة بان الامير سعود الفيصل وزير الخارجية قال ان التحالف الدولي ضد المنظمات الارهابية وداعش بشكل خاص يسير بالتوازي مع عمليات عاصفة الحزم التي تعمل على اعادة الشرعية الى اليمن ضد انقلاب الحوثيين وصالح وهتان العمليتان العسكريتان هما حرب ضد ارهاب الدولة الذي تمثله طهران وارهاب الجماعات المتطرفة الذي تمثله داعش في هذه المنطقة التي باتت مهددة بالفوضى وقالت الصحيفة الى انه من غير المسموح بعد عاصفة الحزم والحرب على ارهاب داعش ان يفكر احد من قادة الدول او زعماء الميليشيات والمنظمات الارهابية باثارة الفوضى ومعارسة العنف والقتل والانقلاب على الشرعية في اي مكان في هذه المنطقة مضيفة انه على جميع هذه الزعامات من طهران الى دمشق الى بيروت فصنع التي ارتكبت الجرائم ضد الانسانية وعربدت طويلا وعبثت بمصائر الشعوب ان تدرك هذه الحقيقة التي انطلقت من اجلها عاصفة الحزم والتحالف الدولي ضد الارهاب عليها ان تدرك ان هذه الاعمال اصبحت من الماضي واكدت الصحيفة ان القوانين الدولية وشرعية الامم المتحدة وجميع الاعراف والقيم الانسانية والدينية واضحة كل معتد وكل من يمارس القتل والاجرام سيساق الى المحاكم الدولية عاجلا ام اجلا وان ساعة الحقيقة انت صحيفة يان عقد التركية نشرت تحت عنوان كان من الاولى على باب الفاتيكان ان يرى مجازر المسيحيين حيث ترد الصحيفة هذا اليوم ان وصف باب الفاتيكان فرانسيس لاحداث عام خمسة عشر من القرن الماضي بانها اول ابادة جماعية في القرن العشرين ما هو الى دليل واضح للازدواجية الغربية وفي نفس الوقت انعكاس صارخ للافكار الصالبية في الشأن ذاته تستشهد الصحيفة ببعض المجازر التي قام بها الغرب في الماضي لافتة النظر الى ان الولايات المتحدة الامريكية قامت بقتل اكثر من ثمانية ملايين من الهنود الحمر السكان الاصليين للقرن اضافة الى القائها قنبلة ذرية على مدينتي هيروشيما ونكازاكي اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية لتقتل اكثر من مئة وخمسة وثلاثين الف شخص ولم تكن بريطانيا بمنع عن هذه المظالم والمجازر حيث اسفر قتلها المنظم في ابروجين قرابة خمسة عشر عاما الى خفض نسبة سكانها من سبع مئة وخمسين الى واحد وثلاثين الف شخص فقط وقامت فرنسا بدورها بقتل مليون جزائري مسلم وصلت نهجها هذا في رواندا عبر دعم جماعات الهتوط في قتل اكثر من مليون توتسي ولم يكن الاسبان بعيدين عن هذه المجازر التي فقد شهد لهم التاريخ قتلهم الاطفال بعد اكتشاف وتمزيق جثثهم ليطعموا بها الكلاب وكذلك ايطاليا التي قامت بابشع المجازر ابان احتلالها لليبيا اوائل القرن الماضي وتصلت الصحيف الاضواء على الماضي القريب لتنقل قيام روسيا بالتهجير اكثر من مليون تاتاري ونفي كافة الشيشانين الى السيبيريا والى مناطق اسيا الوسطى وكذلك ما قام به هتلر من قتل ملايين البشر خلال اعوام فقط بهدف فرض سيادة العرق الاري على العالم صحيفة الفاينينشل تايمز شرت تقريرا بعنوان المعارضة السورية تدفع الالتئام المحور السوني وتتحدث الصحيفة عن مكاسب عسكرية استراتيجية تحقيقها المعارضة السورية وذلك بعد عام شهد في بعض فتراته خسائر من جانب المعارضة وربطت تقرير بين تحركات المعارضة المسلحة ووحدة داعمها الاقليميين واعطائهم اولوية لدفع رئيس السوري بشار الاسد على التنحي وقالت الصحيفة ان السعودية تساورها مخاوف بشأن النفوذ الاقليمي المتنامي لايران ولذا تعمل الرياض على طي صفحات خلافها مع الدول الاسلامية المجاورة ولسيما تركيا وقطر ويعتقد الكثير من المعارضين السوريين ان عملية عصفة الحزم التي تشنها السعودية في اليمن ضد الخوثيين مؤشر على ان الرياض وحلفائها سيلعبون دورا اقوى داخل سوريا بحسب الصحيفة وترى فاينينشل تايمز انه لا يزال من غير المحتمل هزيمة الاسد عسكريا وقالت ان الضغط الاقليمي ربما يهدف الى تهيئة المجال ودفعه للتفاوض من اجل حل سياسي صحيفة القدس العربي نشرت مقالا لنورماللاح بعنوان عدو انشقاقات الاعلاميين تنتقل الى المعارضة السورية حيث تؤكد الكاتبة بانه في البداية كانت كلمة فاعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر لذلك شن نظام الاسد حربا شعواء على حملة كلمة الحقيقة وحملة الكاميرا الذين نقلوا الصورة الحقيقية عن جرائم نظام الاسد المراوعة الى العالم وترى الكاتبة بانه بسبب تلاعب النظام وتزييفه للحقائق وتضييقه على كل صاحب موقف مستقل فقد انشق الكثير من الكتاب والاعلمين عن اجهزة الاعلام الخاضعة لسيطرة نظام الاسد منهم هاني الملاذي توفيق الحلاق وإحيا العريض ومحمد دوبا وغيرهم ظاهرة الانشقاق عن اعلام الاسد يبدو انها وجدت على ضيفة الاخرى ما يماثلها ولكن في الاتجاه المعاكس فقد حدثت في الاوينة الاخيرة ظواهر عدة لاعلاميين انشقوا عن بعض المؤسسات الاعلامية للمعارضة وهذه الظاهرة تأخذ شكلين مختلفين فمن الاعلاميين من ينشق ليعود الى حضن النظام وربما كان قد ارسله ليندس بهدوء في مؤسسات المعارضة ليجمع المعلومات ثم يعود لحضن الاسد او بسبب سوء ادارة وتلعب بالمعلومات فيضطرون للاستقالة عندما تصل الامور الى استحالة الاستمرار لان اخلاصهم لقضيتهم اهم بكثير من اي شيء اخر والواقع يمتلئ بامثلة لاعلاميين معارضين انشقوا او استقالوا بشكل فردي او جماعي من مؤسساتهم بسبب توجهاتهم المريبة سواء انتجاه النظام السوري او تجاه الدين الاسلامي او مواقفها المحاذية لجهة معينة او لداعم معين او توجهاتها التسلطية العشوائية والبعيدة كل البعد عن المهنية والابداع وكان اخرها الاستقالة الجماعية من اذاعة روزانا المحسوبة على ثورة سوريا بسبب توجهاتها التي تقترب من نظام الاسد والمواد التي تعرضها التي تتطاول فيها على ذات الالهية وتشير الكاتبة الى ان اغلب المؤسسات العالمية التي نشأت خلال الثورة قد فشلت بالتعبير عن تطلعات الشعب السوري لانها لا تمتلك صلاحية صناعة رأي معارض سيادي سوري كما انها ليست مؤهلة مهنيا لقيادة الرأي العام نحو دولة مدنية تؤمن بالمواطنة كأعلى مرجعية لها وترى الكاتبة بان العامل الرئيسي الذي نستطيع من خلاله تقييم اهداف اي مؤسسات تتحدث باسم الثورة هو مصدر تمويلها وحين معرفة ذلك المصدر سنكتشف تلقائيا سبب تشويه صورة الثورة وتختم الكاتبة ما قالها بالاشارة الى ان الصمت عن الاخطاء جريمة قد تنهي الثورات وتحريفها عن مساراتها وتأمل بولادة اعلام معارضا ثوري حقيقي يحتضن السوريين كل السوريين ويمثل ثورة الحرية والعدل والكرامة صحيفة صباح التركية نشرت موضوعا علميا تحت عنوان روبوتا حشري للبحث تحت الانقض حيث ترد الصحيفة بان فريقا بحثيا من جامعة بيل كينت التركية وجامعة هارفورد الامريكية طور مشروعا مشتركا لتطوير تقنية البحث عن ناجين تحت انقاض البنايات المهدمة وفي هذا الاطار تشير الصحيفة الى ان الفريق البحثي صمم روبوتا آليا على شكل حشرة تشبه الصرصار يمكن ان يدخل تحت انقاض البنايات المهدمة للبحث عن ناجين حيث يعتمد الروبوت الحشري في تصميمه على حركته التي تشبه الصرصار وهو مزود بحساسات تعمل بأشعة الليزر تستطيع الكشف عن وجود آثار لناجين محتملين تحت انقاض البنايات المهدمة بهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية الحلقة نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة